اشتركوا في القناة نتقل شوي ناخد معادلات أصعب شي بسيط اوجد في R حل المعادلات الآتي حل المعادلة الآتي في R طبعا باستخدام التحليل احنا اخذنا طرق التحليل وهلأ راح نحاول نطبق X مربع ناقص 6X يساوي 0 المعادلة يقدامي من الدرجة الثانية ليش من الدرجة الثانية لأنه X تربيع كم حد إلى إلى حدين X تربيع و 6X كيف يدي حلة؟ راح نطبق خاصية A في B يساوي 0 أخذناها في دروس سابقة مثلا لو كان جداء A, B, 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 C يساوي 0 كيف نحلها؟ جداء عجد حدود 0 إما الأول 0 A 0 أو محتمل يكون B 0 أو محتمل C 0 إذن لحلة إما الأول 0 أو الثاني 0 أو الثالث 0 هاي أول ملاحظة الثاني ملاحظة إذا كان عنا X و N حيث N عضل طبيعي شو ما كان N 0 ما بنقول 0 لا N 1, 2, 3, 4 X و N يساوي 0 حتى لو كان X و N هذا يؤدي النتيجة X 2 0 دائماً وأبداً انتبخوا لي على هاي الخاصطين منهم نطبقون راح نحاول نعمل المعادلة اللي قدامنا نحللها حتى نطبق الملاحظة الأولى إذن راح نحاول نحللها حتى نطبق الملاحظة الأولى لاحظوا ما في عندي غير طريقة وحدة لتحليلة لأنه أخرج X عامل مشترك لأنه عندي X عامل مشترك بإخراج X عامل مشترك بصير X ناقل 6 X ناقل 6 إذن شلون أخرجنا عامل مشترك قسمنا X تربية مين العامل مشترك X X تربية على X ضل X 6X على X X إما الأول 0 إما X يساوي 0 الأول 0 أو الحد الثاني اللي هو X ناقل 6 يساوي 0 إذا X ناقل 6 يساوي 0 خذوا المجاهين للطرف والمعاليم للطرف فX يساوي 6 ماذا يؤدي X يساوي 6 إذن كم حل طلية عندي تاسع طلية معي الحلين إما X يساوي 0 أو X يساوي 6 فمنقول مجموعة الحلول هي 0 و 6 إذن حليناها هاي المعادلة بطريقة الإخراج عامل مشترك معادلة ثاني 6 X و 4 ناقص 2 X تكعيد كمان راح نحلى بإخراج عامل مشترك كيف من أخرج العامل المشترك انتبهوا لعندي أول شيء منطلع على القسم الرقمي القسم الرقمي 6 والتين مين العام ميم ألف إلون العامل مشترك الأكبر 2 هلأ بعد ما طلعنا على القسم الرقمي نطلع على القسم الحرفة X و 4 و X تكعيد بتطالعه X بأصغر أس أصغر أس X تكعيد إذن العامل المشترك للحدين هو 2 X تكعيد راح طالعه عامل مشترك من الحدين شو يعني راح طالعه عامل مشترك يده حقسم عليه باخد الحد الأول 6 X و 4 على 2 X تكعيد بيظل 3 X و 2 X تكعيد على 2 X تكعيد بيظل 1 كذلك إما الأول 0 إما X تكعي بيساوي 0 هذا يؤدي X يساوي 0 إما الحد الأول هاي هلأ في ناس بيأخده 2 بيصير تأخده 2 برد بتقوله X يساوي 0 تمام أنا ما أخدته خلاص فورا إما X تكعي بيساوي 0 أو 3 X ناقص 1 يساوي 0 أو الحد الثاني اللي هو 3 X ناقص 1 يساوي 0 مجموعة الحلول 0 و 3 مجموعة الحلول 0 و 3 إذن حليناها كذلك لإخراج العامل المشترك الأعلى من هو العامل المشترك الأعلى منطلع على القسم الرقمي وقسم الحرفي ومنقول إما الحد إما الأول 0 أو الثاني 0 وكيف سينا طبعا هون X تكعي بيساوي 0 هذا يساوي 0 قبل شوي أخدناها الملاحظة وقالنا لكم أن تبقوا دائما راح نطبع منحل كمان أمثلة حاول أن تحل صفحة 95 تبهل عندها 9 أوجد فيه أرحل كل من المعادلات الآتي 16X تربيع ناقص 8X يساوي 0 كمان ما نخرج عامل المشترك نخرج عامل المشترك لدينا حدين كيف نخرج عامل المشترك 16X تربيع و 8X مين العامل المشترك بيناتهم 16 وال8 منطلع على القسم الرقمي 16 وال8 العامل المشترك هو 8 X تربيع و X العامل المشترك X معناها العامل المشترك الأعلى اللي راح أخرجه 8X طالعة 8X طالعت شو؟ 8x عام المشترك رح أقسم عليها 16 على 8 2 x تربيه على xx ناقص 8x على 8x واحد إما الحد الأول صفر أو 2x ناقص واحد يساوي الصفر هذا يؤدي x يساوي بناخد الواحد للطرف التاني بنغير له إشارة وصير واحد بنقسم على مثال x x يساوي نص تمام يا تاسع إذن أخرجنا عام المشترك وبعدين إننا إما الحد الأول صفر أو المضروب الثاني صفر هيك لعينا حلول المعادلة هي صفر ونص لاحظوا معادلة من الدرجة الثانية يطلع على حلين محتمل يطلعنا أحيانا حل واحد لح ناخد هاي المسألة البعدة تعالى نقرها مع بعضنا 6x تربيه ناقص نصف x يساوي الصفر رح أخرج كمان عام المشترك تعالى نقرج نصف x الستس هاي عبارة عن نصف تلت فلما أخرجنا مننا النص يعني أسمنا على نصف ظل تلت ظل تلت x تربيه على xx تلت x ناقص نصف x أنا أخرجي النصف x ظل ناقص واحد إذن كمان أخرجنا عام المشترك إما الأول صفر إما x يساوي صفر أو يمكن يكون تلت x ناقص واحد يساوي صفر تبهوا اللي عندي يا تاسع إذن إما الأول صفر x يساوي صفر هذا أول حال أو تلت x يساوي الصفر تلت x ناقص واحد يساوي صفر إحنا نقلنا الواحد للطرف الثاني كانت ناقص واحد صارت واحد تمام تلت x يساوي الواحد ضربنا 3 بالواحد أو أسمنا على تلت نفس الشيء إما أسمنا على أمثال x هي تلت تطلع معك x يساوي 3 أو فورا 3 اللي بالمقام ضربت بواحد صار x يساوي 3 إذن كم حال طلع معنا؟ طلع كذلك حالين إما x يساوي صفر أو x يساوي 3 المعادلة الثالثة لاحظوا معادلتي من الدرجة الرابعة بنفس الطريقة رح حاول أخرج عامل مشترك المعادلة بتقننا 7x وي 4 ناقص 2x تربيع كم حد عندي؟ عندي حدين نخرج عامل مشترك شو المشترك؟ 7 و 2 ما في شي مشترك بيناتهم x وي 4 و x تربيع حق أخرج x تربيع عامل مشترك شو طل معي من الحد الأول 7x تربيع؟ من الحد الثاني ناقص 2 إما الأول 0x أو 7x تربيع ناقص 2 ساوي 0 تبهوا لعندي يا تاسع حلق شو بدي يصير عندي؟ إذن إما x تربيع يساوي 0 هذا يودي x يساوي 0 تماماً أو 7x تربيع ناقص 2 يساوي 0 شو عملنا؟ نقلنا لتنين للطرف الثاني وقسمنا على أمثال ال-x تربيع لما نقلنا لتنين للطرف الثاني قسمنا على 7 عصر x تربيع يساوي 2 على 7 أنا ما بدي x تربيع بدي x إيش بيعمل؟ بيش دور الطرفين يا تاسع إذا جزرت الطرفين رح أحصل على شي موجي مسالبة إما x يساوي 2 على 7 جزر 2 على 7 أو ناقص جزر 2 على 7 إذا إما x يساوي زائد جزر 2 على جزر السبعة جزرت الطرفين تماماً وزعت الجزر فوراً هنا أنا أو x يساوي ناقص جزر 2 على جزر السبعة لاحظوا في الجوابين صحيحات ولكن أنا في مقامي جزر وأنا ما بدي في مقامي جزر شو بيعمل حتى أتخلص من الجزر اللي بالمقام؟ بضرب البسط والمقام بجزر السبعة حتى أتخلص منه حتى أتخلص من الجزر اللي بالمقام جزر 2 بجزر السبعة جزر الأربطاش على جزر السبعة بجزر السبعة سبعة إذا جزر الأربطاش على سبعة كمان بنفس الطريقة بيعملها الثاني كمان بضرب الجزر السبعة الحل الثاني طربته بسط والمقام بجزر السبعة جزر 2 بجزر السبعة جزر الأربطاش على جزر السبع بجزر السبع سبع إذن كم حل طلي عندي طلي معي ثلاث حلول طبعا X يساوي صفر هذا بإله حل مضاعف اللي هو أصله X ثربية فصار معي حل مضاعف وهذاك طلي معي حلين إذن دائما لما بنصال بحلنا في الجواب الأخير فيه بمقامه من جزر ومنضرب البص والمقام بذلك جزر حتى اتخلص من الجزر اللي بالمقام مثال آخر معادلين من الدرجة الثانية تحوي حدين رح أضرب هلأ رح هلأ قبل شوي طالعت النص عام المشترك كان فيه هون نص وهون فيه سدس تمام مثال X مربع هلأ فيه طريقة أسهل إنه أنا رح أتخلص من المقامات حتى يصير أسهل من المقام 2 و5 المضاعف المشترك للـ 2 و5 هو العشرة تمام فأنا رح أضرب طرفي المعادلة بعشرة فجيت على الطرف الأول للمعادلة 2 و5 X مربع ناقص نص X رح أضربه بعشرة تمام والطرف الثاني اللي هو صفر رح أضربه بعشرة مين هو العشرة ليش اخترت العشرة لأنه هو عبارة عن مضاعف المشترك للـ 52 هلأ لما أبدأ أضرب بعشرة بضربك بوزع العشرة عشرة بوزع الحد الأول وحد الثاني 10 بـ 22 على خمسة 4 X تاربيع نضاعف المشترك للـ 52 ضرب الطرفي المعادلة حصلت على 4 X تاربيع ناقص 5 X يساوي الصفر هلأ بأخرج X تاربيع المشترك سهلي صارت طفت عندي 4 X ناقص 5 يساوي الصفر إما X يساوي الصفر هذا الحد الأول أو أو 4 X ناقص 5 يساوي الصفر بنقول الناقص 5 للطرف الثاني أصيد 4 X يساوي 5 فأسلم على الأمثال تطلع معي X يساوي 5 على 4 طلع معي حلين للمعادلة من الدرجة الثانية وهو المطلوب يساوي 5 X تاربيع يساوي 30 X يفد حلة لاحظوا عندي حدين الحدين بيحووا مجهول الطرف الأول من الدرجة الثاني والطرف الثاني من الدرجة الأولى بنقلهم كلهم لطرف واحد وبأخرج عام المشترك إذن كتبت 9 X تاربيع ناقص 30 X ما هون عندك حدود فيها مجاهل وحدود معاليم لا عندك كل الحدين هني مجاهل فنقلتهم لطرف واحد 9 X تاربيع ناقص 30 X طالع عام المشترك أول شي بانطر للقسم الرقمة 9 و30 بطالع منه 3 وX تاربيع وX رح طالع منه X صار 3 X هو العام المشترك فتح تقول 9 X تاربيع على 3 X عبق السيمية التاسع 9 على 3 3 X تاربيع على XX ناقص 30 X على 3 X 10 كذلك هلأ منقول إما 3 X يساوي 0 معناها X يساوي 0 أو 3 X ناقص 10 يساوي 0 فX يساوي 10 على 3 إذن إما أو 3 X ناقص 10 يساوي 0 ناخد 10 للطرف الثاني ومنقسم مع أمثال X هي 3 فتصير X يساوي 10 على 3 للمغادلة وهي حلين مختلفين X مربع ناقص 10 عيساوي 0 هاي غير طريقا تبهوا لعندي يا تاسع كل مرة نعمل بالتحليل لا هلأ رح نستخدم المتطابقات أو في طريقة تانية تبهوا يا بنتي رح حاول استخدم المتطابقات رح أكتبها بالشكل التالي X مربع ناقص 10 إذن رح تحليل هلأ استخدام المتطابقات لحل المعادلة رح أكتبها بالشكل X مربع ناقص 3 للتربية مربع فرق عددين هو مجموع العددين في فرقهما رد بعيد التسعة حطيت محلة 3 مربع صارت مربع أفض أفض فرق مربع أي عددين فرق مربع أي عددين هو مجموع العددين في فرقهما إما الحد الأول شوفكم فورا باستخدام المتطابقة فورا تحولت لجداء إما الحد الأول صفر أو الحد الثاني صفر إما X زع ثلاثة يساوي صفر فX يساوي ناقص ثلاثة أو X ناقص ثلاثة يساوي صفر فX يساوي ثلاثة وهو المطلوب هذه الطريقة كان بإمكاني نتخذ طريقة ثانية نزل إما بدي حلة بشكل متطابقة أو محتمل حلة بطريقة ثانية X مربع جيب التسعة للطرف الثاني فورا اجذر الطرفين بالجزر إما الأول إما جزر الـ X مربع X إما X يساوي ثلاثة إذا رحت عندما نقلت التسعة للطرف الثاني جزرت الطرفين إما X يساوي ثلاثة أو X يساوي ناقص ثلاثة إذا يوجد هون طريقتين مختلفتين لحلة إما بتطبيق المتطابقات التربيعي أو بنقول مجاهي لطرف معاليم لطرف وبجزر والطرفين وبالجزر إذا الطرف الثاني عدد لا يساوي الثفر رح يكون للمعادلة حلين مختلفين كمان 4X تربيع ناقص 25 يساوي الثفر بعمل على شكل متطابقة تبهل عندي كيف هاي المتطابقة بده تصير لـ 4X مربع رح اكتبع 2X على قوس تربيع ناقص 25 هي 5 مربع ساوي الثفر طارعا ده فرق مربعي عددين مجموع العددين في فرقهما فرق مربعي عددين متطابقة تالتي بطبع 2X ناقص 5 بـ 2X زائد 5 كذلك إما الأول صفر أو الثاني صفر طبعا هوني يعني فورا أسمت على أمثال X إذن إما 2X ناقص 5 يساوي صفر فـ 2X يساوي 5 منقسم على أمثال X فـ X يساوي 5 على 2 هذا الحل الأول أو 2X زائد 5 يساوي 2X فورا يساوي ناقص 5 نحط مجموع العددين في طرف منقسم على أمثال X فـ X يساوي ناقص 5 على 2 للمعادة لحلين مختلفين إما X يساوي 5 على 2 أو X يساوي ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 2 ناقص 5 على 3